بقشفق على كل الفنانين اللي بيخشوا امتحان رمضان امتحان رمضان ده مسألة من أصعب ما يمكن يعني يعمل مسلسل في أي وقت في أي شهر من شهور السنة طبعاً مهم إنه يبقى ناجح ويبقى هايل وكل حاجة إنما عندما تكون من أبطال رمضان وداخل المنافسة رمضانية الله يكون فعونك نعمل أفوكاتو كان حديث المدينة وكل مدينة في العالم العربي سواء الناس كانت مصدقة أو مش مصدقة أو معه أو ضد والتوقعات كل حلقة بيتم يعني عدم تحقيقها كل شوية الناس تتوقع حاجة ويحصل حاجة تانية ولكن في النهاية هي جرعة من المتعة والتسليل الرمضانية ونجاح كبير اليوم نحتفل بأبطال وصناع هذا المسلسل العظيم ما هي عمر حمد سامي أهلاً بيكم أهلاً ألف مبروك الله يبرك فيك قلولي وقت المسلسل كان بيحصل إيه؟ يعني أما ابتدأ يتزاع كان الناس بتقولك إيه؟ هو الحقيقة إن المسلسل ده حصل معايا حاجة غريبة إن بدأ يجيلي ردود الفعل من أول ما البرومو نزل فبدأت ناس كتير جداً تكلمني لأن هما استغربوا الشخصية واستغربوا البرومو جداً لأنهم مش متعودين مني أطلع بالشكل الشكلة مختلف فجالي أول كام يوم لقيت ردود أفعال حلوة قوي حلوة قوي 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 يعني كنت مفسوطة قوي يعني أول مرة يجيلي كمية ردود الأفعال الإيجابية دي ومن ناس مهمة جداً وناس رأيهم مهمة جداً بالنسبيلي طب ولما ابتدت الإزاعة؟ ما ده اللي بقوله مع الإزاعة يعني اللي بقوله ده كان بعد كذا يوم بقى من المسلسل إنما ابتدت الناس تقولك إيه ده وهي عملت كده ليه وإيه الموضوع ده وإزاي عملته ابتدى يبقى فيه كده الجدل ده اللي إحنا كلنا نسمعه في البيوت يعني أيها طبعاً لأن هي هي قصة حياة ست مصرية بتضحي بكتير قوي وده بيحصل لستات كتير قوي في ستات كتير كانت شايفة نفسها في نعمة يمكن التضحية بتختلف يعني نعمة كان معها ضحي بفلوس كتير في ناس بتضحي بعمري في ناس بتضحي بحياتها كلها فالحقيقة إن اللي نعمة عملته ده في ستات كتير جداً بتعمله وفي ستات كتير ما بتبقاش واخدى بالها إن اللي قدامها مش مقضة بس زاجة دي؟ ده كم بين يا بنتي يا أحمد زاير واضح يعني أحمد زاير واضح إنه هو يا أستاذ عمر اللي بيحب بيبقى مش شايف ده بجد ففي كتير آه في ستات كتير زي نعم ما قلتلوش يا محمد أنا المفروضة بقى لأنه ابتدى بقى في علامات كتير واضحة ولما رحيت له المحل ولما شافت الفلوس ولما لقيت أخد الفلوس وما أضارش كل الكلام ده لأن دايما لما حد بيبقى بيحب الشخص اللي قدامه دايما بيدور على أسباب جوة نفسه يعني يقول آه مثلا ما جاب ليش يدافع الميلادي ما هو برضو محوش فلوس ما هو محتاج يبقى معاه فلوس هيقول إيه هيكسف يعني دايما بيبقى فيه مبررات للنفس لحد ما تاخد العلقة المظبوطة تعربة ساعتها اشتركوا في القناة